أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم وآتيناه الحكم صبيع كل شهداء عاشراء هم عظماء ربانيون ابتداء من إمامهم الحسين ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليه وانتهاء بطفلها الرضيع ومرورا بالعباسة وعلي الأكبر وبرير وخضير وحبيب وغيرهم هؤلاء كانوا عظماء ربانيين جعلهم الله عز وجل رموزا لخلقه وجعل كل واحد منهم مقتدى وأسوأ لمن أراد الخير لمن أراد الصلاحة والإيمان والعدل لمن أراد أن يكسب رضا الله عز وجل عبد الله الرضيع صحيح أنه كان لا يتجاوز عمره ستة شهور لكنه رمز عظيم من رموز المقاومة للباطل من رموز الدفاع عن الحق أصبح عبد الله الرضيع روحا تنبض في قلوب ملايين من الناس حتى بعد مرور ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانين عاما على مقتله تجده حيا دمه ينبض دمه يتحرك دمه يثير الملايين من الناس في كل مكان فعبد الله الرضيع كما يحيى من زكريا كما النبي عيسى على نبينا وآله وعليهم السلام وإن كانوا هم أنبياء لكن كل واحد منهم رمز رمز عظيم لما نحتاج إليه في هذه الحياة كل إنسان يقتدي بغيره ربما كان هو قدوة لكن حتى وهو قدوة فهو يقتدي بغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقوله الله عز وجل في حقه يقول أنه أسوأ ولكم في رسول الله أسوأ كان يقتدي بالله تخلقوا بأخلاق الله هو قدوة للأتباع وهو يقتدي بالله عز وجل هو ينصح ويعظ الملايين وهو يتعظ ويسأل من جبرائيل ويقول يا جبرائيل عظني عبد الله الرضيح سلام الله عليه بالنسبة إلينا رمز عظيم جدا بعظمة التاريخ كله ليست القضية هي قضية مقتل عبد الله الرضيح وسفك دمه الشريف ليست قضية تاريخية إنما هي قضية مقاومة للباطل قضية وقوف مع الحق قضية الإيمان بالله قضية الشهادة في سبيل القيم والبطل التي جاء بها الأنبياء إذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه يأتي بطفله الرضيع للقوم ويقول لهم ما قال فإنه كان يقدم في الحقيقة للقوم ولجميع الأقوام قدوة حسنة في التاريخ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر